أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم قال الله عز وجل هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ما معنى لكم به علم؟ قال ابن عطية أي على زعمكم أي ما لكم به علم على زعمكم أما الطبري فإنه يقول ما لكم علم من جهة كتبكم من جهة كتبهم ما لهم به علم من جهة كتبهم وأنبائهم مما أيقنوه وثبت عندهم صحته يعني يقول الله تبارك وتعالى ها أنتم حاججتم تحاجون في قضايا كثيرة فيما هو موجود حقيقة عندهم لكن فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم قال الله عز وجل من قرر هذه القضية ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً الحنيف هو المائل عن الشرك حنيفاً حنيفاً مسلماً وما كان من يعني أنكم أنتم من لهود والنصرى أشركتم خاتمة الآية تدل على أنكم أشركتم بالله ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين كما قال الله عز وجل في سورة البقرة وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ثم قال الله تبارك وتعالى أنتم تدعون أنكم أتبع إبراهيم تريدون أنكم أتبع إبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم من الذين اتبعوا حتى لا يدعون أنهم أتبع إبراهيم قال وهذا النبي وهذا النبي هو الذي اتبع إبراهيم وهو من نسل إبراهيم عليه السلام لأنه من ولد من إسماعيل والذين آمنوا كذلك أتباع إبراهيم على الإسلام لأن الإسلام بمفهومه العام اللي هو إيش الاستسلام لعبادة الله وترك عبادتي غير الله عز وجل والله ولي المؤمنين أي ولي جميع المؤمنين برسله ثم قال الله عز وجل يبين أن هؤلاء لا ينتهون وأنهم منذ أن بزغ صدر الإسلام وهم يكيدون لهذا الدين وسيستمرون ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم وما يضلون إلا أنفسهم وما أشعرون يا أهل الكتاب بدأ يوجه الخطاب لهم لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يقول الله عز وجل منكراً عليهم وأنتم تشهدون أنها صدق وتعلمون أنها حق فيما أعطاكم الله عز وجل من الكتب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل قال ابن عباس الحق إسلامهم بكرة والباطل كفرهم عشية يقول لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم اليهود كانوا يقولون قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما سبب إقبال النصارى في المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وإيواءه ليش كان اليهود يمتحنونهم يقولون سيخرج نبي وسنقتلكم شر قتله سنقتلكم يخرج نبي منذ فلما بُعثت وراحوا إلى الحج وذهبوا إلى الحج ويجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله هذا النبي الذي كان اليهود يمتحنون أسرع وأسلم قبل أن يأتيكم اليهود يمتحنونكم في أسلم اليهود لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليش أتوهم قالوا يبعث في أرض ذات نخل فأتوا إلى المدينة هم الآن يطالبون بالمدينة لكن هم مسكان المدينة أصلا هم أتوا لعل أن يخرج فيهم من النبي فقال الله عز وجل يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كتبكم موجود عيسى مبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وقال طائفة من أهل الكتاب بدأوا بالحياة آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أول النهار وكفروا آخرة ليه؟ يعني أسلموا أنتم علماء لما تصلون أعلنوا قولوا للناس ترانا اتبعنا محمد بعد العصر قولوا لا ترانا يا جماعة هولنا ليه؟ قالوا والله اكتشفنا ما هو موجود في الكتب حقثنا فتشكت شوفكم في الخطة يعني العظيمة المكرى الكبار لليهود حتى والنبي صلى الله عليه وسلم لأني يا أخواني ولذلك نرى الآن في وسائل الإعلام حقيقة تمجيد لمن إذا ارتد إنسان مسلم رفعوه إلى السماء الإعلام ولا لا؟ إذا كان هناك عربي يشكك في القرآن والله لو كان من أجهل الجاهلين جعلوه إيش؟ من المنفكري العرب يسمونه ويطبلون له في الإعلام ليه؟ هذا مكر اليهود من قديم الزمان آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرا ما سبب ذلك؟ لعلهم تردون هذا حرم شريسة قال ابن عباس في تفسير هذه الآية قال الطائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا وإذا كان آخرا فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلموا منا ثم قالوا يوصي بعضهم وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ أي لا تطمئنوا وتظهروا سرَّكم وما عندكم إلا لمن تبعين يعني لا تخبروا بها الخطة هذه يعني لا تقولون ترانا الإيمان أصلاً الإيمان كان خطة لا لا تخبروا بهذا لا تطمئنوا وتظهروا سرَّكم إلا لمن اتبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به واحتجوا به عليكم أخفوا ماذا أخفوا حتى الكتب التي تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من المكر الكبار قال الله عز وجل قل إن الهدى هدى الله أي الله عز وجل هو الهادي ولو مكرتم ولو تمالأتم ولو أخفيتم فإن الهدى ماذا الله عز وجل هو الذي يسرعه في القلوب لا تسأل الله لي ولكم الهدى والتوفير أي الله عز وجل هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات ثم قال الله عز وجل قل إن الهدى هدى الله يتأحد مثل ما وديت أو يحاجوكم به عند ربكم أي لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيهم يصيرون أهل كتاب وأهل علم يعني أبقوهم على الجهل جهلوا الجهل هو الوسيلة الوحيدة لإخفاض هذه الأمة المحمدية الجديدة قال الله عز وجل قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يا أيها اليهود أمكروا افعلوا ما شئتم أي اختصكم أيها المؤمنون ونبي من الفضل بما لا يحد ولا يوصف بما شرف به نبيكم محمد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء ثم قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب منه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من انتأمنه بدينار لا يؤديه إليك قال السعدي في مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله عز وجل لما ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق ذكر حالهم في الأموال وأن منهم الخاعن ومنهم الأمين وقال ابن عطية أخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم قسمان في الأمانة ومقصد الآية ذم الخونة منهم والتفنيد لرأيهم وكذبهم على الله في استحلالهم أموال العرب كيف قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب أي طائفة من انتأمنه بقنطار القنطار ما هو المال الكثير كما قررنا يؤده إليك وهذا مثال على ماذا على الأمين ومنهم من انتأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما أي أي مطالبا وملازما والإلحاح في الاستخلاص حقك يعني تضع لك محامي حتى تخرج حقه إلا ما دمت عليه قائما وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ولا لا إذا كان في الدينار القليل فإنه فالكثير من باب أولى أنه لا يؤديه مثل إذا كان يؤدي القنطار فما أقل منه من باب أولى أنه سيؤديه سيؤديه يذكر هنا يا أخواني رواية علقها البخاري في صحيح عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم قال كفى بالله شهيدا هذه من الروايات الإسرائيل التي نصدقها ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها قال له صاحب ائتني بالكثيل قال كفى بالله وكيلة قال صاحب المال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البعر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركب يقدم للأجل الذي أجله يريد أن يسدد فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وكتب صحيفة إلى صاحبه ثم زجج موضعها يعني أغلق موضعها ثم أتى بها البحر فقال هذا الإسرائيلي اللهم إنك تعلم إني استسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعك إياها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصره وهو في ذلك يعني رمى هذه من أجل أن تصل يعني عذرا أمام الله تبارك الله وبدأ يلتمس مركبا آخر فوجد مركبا فخرج إلى الرجل هذا الرجل الذي كان أسلفه خرج في الموعد ينتظر ماذا؟ المركب لعله يأتي ما قدم الرجل؟ الذي قدم ماهو؟ الخشبة أخذ الخشبة ليريد أن يتكون حطبا لأهله لأهله فلما أراد تكسيرها وجد الألف دينار ووجد إيش؟ ووجد الصحيفة كف شفع لما قال كفى بالله وصدق به أدى الله عز وجل عنه فأتى ذلك الرجل مرة أخرى وبحث عنه وأعطاه فقال لي هل بعثت إلي شيء؟ يعني أتى بالألف دينار وما ذكر قضية الخشبة قال هل بعثت إلي بشيء؟ إن الله قد أدى عنك خذ ألف دينار ليش؟ من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه هذا مثال للخوانة منهم ليش؟ قالوا ليس علينا في الأميين سبيل منهم الأميين؟ العرب يقولون العرب أموال العرب هذه تبعنا شوفوا الكبرياء الغطرسة أموال العرب هذه العرب هؤلاء ترى ما لهم قيمة ليس علينا في الأميين سبيل نأخذها يا أخي هذا أي شيء نتأخذ من العرب حلال عليك والواقع الآن يشهد بهذا ليس علينا في الأميين سبيل يا أخي الأباء الأبناء يتوارثون طبع الأباء الآن أموال العرب مستباحة لأهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل ولذلك سأل رجل ابن عباس قال إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة يقول إننا نغزو أهل الذمة أهل الكتاب فنصيب منهم الدجاجة والشات نأخذها فالغزو والأصل ألا تأخذ لأنها غلول فقال ابن عباس فتقولوا ماذا يعني ليش ليش تأخذها فقال ليس علينا بذلك بأس كل هذه أموال الكتاب يعني عادي نأخذها قال ابن عباس هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل يعني أنتم شابهتهم صرتهم مثلهم تأخذون منهم تقولون إن أموال الكتاب لا الأموال محترمة لأهلها ولذلك قال ابن عباس إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم وإني أستغرب كما حدثني يا أحمد الأخوة أن طائفة من الطوائف من المسلمين فالغرض يستحلون أموال أهل الكتاب وهم يعيشون بين أضورهم يدخل على محلات التجارية ويسرق كونه ليه قال هذا موال الكفار حلال كونه كيف الشبه ابن عباس رد عليهم رد عليهم رضي الله عنه كيف تستحل أموالهم نعم كافر لكن المال محترم إلا بحقه صاحبه مسلم صاحبه كافر يهودي نصراني المال ماله المال محترم لصاحبه ثم قال الله عز وجل بلا من أوفى بعهده العهد أيها الأخوة يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين سائر العباد واتقى فإن الله يحب المتقين السياق يقول فإن الله يحبهم لكن لماذا أظهر هنا في موضع الإضمار كما قلنا فائدة ذلك أن فعل ذلك الإفاء بالعهد والتقوى من أفعال المتقين وأن الله يحب كل وأن الله يحب كل متقين ثم قال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا يخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم من قيام ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يقول تعالى إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفة للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة هي عروض من هذه الدنيا الفانية الزائلة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم فيها والجزاء من جنس الجزاء يا أخواني من جنس العمل ولا يكلمهم الله أي كلام لطف لأنه ثبت في بعايات أخرى أنه يكلمهم فلا يكلمهم الله معنى إيه لا يكلمهم كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم من الذنوب والأدناس بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم سبب نزول هذه الآية قال الأشعث في والله نزلت في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينه قلت لا فقال لليهود احلف ولذلك البينه على المدعي واليمين على فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي يعني هؤلاء اليهود لا يتورعون أنهم يحلفون فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً وهذه العلماء يسمونها أيش اليمين الغموس التي تغمز صاحبها في النار اليمين الغموس من كبائر الذنوب ويا ما نسمع عن تساهل الناس بها في المحاكم والله إن حلف عند بعض الناس يا أخواني أهواً عليه من شرب هذا الماء يحلف بالله وبالأيمان الغليظة وهو يعلم أنه كاذب نسأل الله ليه علشان عرض الدنيا فالجزاء من جنس العمل قال الله عز وجل أولئك لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الآخرة ولهم عذاب أليم ثم قال الله عز وجل وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا الفريق الجماعة من الناس يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يُحرِّفونه بتبديل معانيه من جهة اشتباه الألفاظ واشتراكها والتحريف يشمل تحريفها اللفظ وتحريف المعنى فاليهود يا أخواني كتبهم محرَّفة ولا لا حرَّفوا ألفاظها وحرَّفوا كذلك معانيها ولذلك المُبتدع شابهوهم في ماذا عندما حرَّفوا المعاني وأما الألفاظ فلا يستطيعون في كتاب ربي جل وعلا لأن الله تكفَّل بحفظه فقال إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقد ذكرنا لكم أثناء شرح مقدمة التفسير بعض الأمثلة من التحريف يُخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريق يُحرِّفون الكلمة عن مواضعه ويُبدِّلون كلام الله ويُزيلونه عن المُراد ليُوهموا الجهل أنه في كتاب الله لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إيش الجرأة هذه يا أخوين جرأة عظيمة من هؤلاء من قتلة الأنبياء جرأة يُحرِّفون الكتاب مع تحريفهم يدَّعون أنه إيش من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كذبهم صراحة يَحْلَمُونَ أَنَّهُمْ كَذَبَةً وَلِذَلَكْ هَلْ فِي الْكَذَّابِ حِيلَةً؟ ما في حيلة الكذاب يا أخواني هناك رأي لوهب من منبه يا أخواني هنا نذكره لغرابته وهب من منبه يقول إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله لم يُغَيَّر منهما حرف ولكنهم يُضِلُّونَ بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هي من عند الله فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تُحوَّر هذا كلام وهم منبه ذكرناه هنا لغرابته ونُوجِّهه إن كان وهب يقصد أن كتب الله لم تُحرَّف أثناء إنزالها وأنها محفوظة بصعي لكن نحن نقطع يقينا أن التوراة والإنجيل الآن التي بين أيدينا بل على وقت النبي صلى الله عليه وسلم أثبت القرآن تحريفها ولذلك لابد أن يُوجَّه كلام وهب أبن منبه أنه يقصد ماذا أنها حينما أنزلت كانت صافية ثم قال الله عز وجل ما كان لبشرٍ يُوتِيه الله الكتابة والحُكب والنُّبوة سبب نزول هذه الآية كما قال أبو رافع القراضي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام قالوا أتريد يا محمد أن نعبدك كما نعبد تعبد النصارى عيسى بن مريم فقال رجلٌ من أهل نجران نصراني وقال له الرئيس أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ما كان لبشر أن يُؤتيه الله الكتابة والحُكب والنُّبوة ثم يقول أي الناس كونوا عبادًا لي من دون الله يعني هذا لا يصلح للنبي ولا لرسول إذا كان لا يصلح لإنسان مُؤَيَّد بماذا؟ بالكتاب والحُكم والنُّبوة فهل يصلح لغيره من الدجَّالين الذين يدَّعون النُّبوة والألوهية الآن؟ هل يصلح؟ لا يصلح فلأن يصلح فإذا كان لا يصلح هؤلاء للأنبياء المُؤيَّدين فلأن لا يصلح لغيرهم في طريق الأولى والأحباب كما قال الله عز وجل تخذوا أحبارهم وأربانهم أرباب من دون الله وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ الربَّانِي مَا هُو ها؟ كونوا ربَّانيين جمع ربَّاني ولا لا منسوبٌ إلى الربَّان وهو معلِّم الناس الخير وقائده ومنه أُخذ ربَّان السفينة أي قائد السفينة ولذلك قال العُلَماء الربَّاني هو الذي يُرَبِّ الناس بصغار العلم قبل كباره يعني ما ينبغي لطالب العلم المبتدع أن يأخذ مسائل العلم الكبار ولا ينبغي لمعلم للعالم أن يبدأ به في المسائل العظام بل أن يُرَبِّه بصغار العلم قبل كباره قال الله عز وجل بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الكِتَاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ الضحَّاك رضي الله عنه ورحمه استنبط من هذه الآية فائدة وقال حقٌ على من تعلم القرآن أن يكون فقياً من أين أخذه؟ كُنُوا ربَّانيين يعني معلمين الناس بما كنتم بماذا؟ ها؟ تُعَلِّمُونَ الكِتَاب وبما كنتم تدرسون تُعَلِّمُونَ أي تُفَهِّمُونَ تُعَلِّمُونَ من التَّعْلِيم وفي قراءةٍ بما كنتم تعلمون الكتاب من الفهم وبما كنتم تدرسون أي تحفظون ألفاظاً ولا يأمركم أن تتَّخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أي لا يأمركم بعبادة أحدٍ غير الله لا نبيٍ مُرسل ولا ملكٍ مُقرَّم أيأمركم بالكُفر بعداً إذ أنتم مسلمون أي لا يفعل ذلك لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى ماذا؟ إلى الكُفر قال الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ثم قال الله عز وجل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ يُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى أنه أخذ مِثَاق كلَّ نَبِي بَعَثَ مِنْ لَدٌ آدَم عليه السلام إلى عيسى بما أتاه الله من الكتاب والحكمة أنه إذا جاء رسول من بعده ليؤمن النبي ولا ينصرنه ولا يمنعه ما فيه من العلم أن يتبع النبي الذي أتى بعده فهذا مِثَاقُ الله على الأنبياء طيب هذا إشارة إلى ماذا؟ ها يا جماعة إلى أتباع الأنبياء أتباع عيسى وأتباع موسى الآن اليهود والنصارى إذا كان الله أخذ العهد على أنبياءكم أن يتبعوا من من جاء بعدهم يعني من الذي جاء بعدهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم إذا انفدّينا الحق إذا كان العهد قد أخذ على أنبيائكم فأنتم الآن واجب عليكم فإذا أخذ العهد على النبي فالعهد عليه وعلى وعلى أتباعه فكأنه قد أخذ عليكم العهد أن تتبعوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتم وأخذتم على ذلكم إصري الأصر هو العهد قال ابن قتيبة رحمه الله أصل الأصر الثقل فسمي العهد إصرا لأنه منع من الأمر الذي أخذ له وثقل وتشديد طيب قال الله عز وجل فمن تولى أو قالوا أقررنا قال فاشهدوا يشهدون على ماذا وأنا معكم من الشاهدين قال ابن عطية رحمه الله يحتمل معني الأول فاشهدوا على أممكم المؤمنين بكم وعلى أنفسكم بالتزام هذا العهد وهذا هو قول الطبري وجماعة والمعنى الثاني بينوا الأمر عند أممكم واشهدوا به وشهادة الله تعالى على هذا التعويل هي إعطاء المعجزات وإقرار النبوات فالقول الأول إيداع الشهادة واستحفاظها والقول الثاني هو الأمر بأدائها فاشهدوا يحتمل أنه الأمر بإيداع الشهادة والقول الثاني يحتمل أنه إيش فاشهدوا ومثل ما قلنا في آية أنها التحمل والأداء ولا مانع من إيش هاي جماعة فاشهدوا أن تشهدوا تتحملوا هذه الشهادة وأن تأدوها إذا طلبت منكم فمن تولى بعد ذلك عن هذا العهد والمثاق فأولئك هم الفاسقون قال علي وابن عباس ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه المثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه وأمره أن يأخذ المثاق على أمته لئن بعث محمد وهو محياء ليؤمنن به ولا ينصرنه وقال قتاد أخذ الله عز وجل ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا ولا تعارض بين هذين القولين قال الله عز وجل لماذا الله أوجب على النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء وإمامه طيب هناك دليل عملي عندنا دليل عملي على أنه إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بقية الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم متى؟ أحسنتم في صلاة الإسراء من الذي أم بالأنبياء؟ سيد ولد آدم اللهم صلى الله عليه وسلم أفغير دين الله يبغون؟ يعني يريدون دين غير دين الله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكره منهم من أسلم إيش؟ والإسلام هنا بمعناه إيش؟ العام يعني أسلم لله لا أحد لا يقر بالله عز وجل كما قال الله عز وجل له أسلم من في السماوات أي استسلم له من فيهما كما قال في آية أخرى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكره فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كره والسلف رحمهم الله ذكروا معاني كثيرة في معنى الطوع والكره هنا تجدونها في كتب التفسير لكنها كلها متقاربة وتعود إلى ما ذكرت لكم يقول الله تبارك وتعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا ما الذي أنزل علينا؟ القرآن القرآن وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قدم الله عز وجل هنا من إسماعيل على إسحاق لماذا؟ قال العلماء قدمه لسنه لأن إسماعيل أكبر من إسحاق وقال بعضهم قدمه لسنه ولفضله فإنه هو الذبيح ومن ولده محمد صلى الله عليه وسلم وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم كما نؤمن بهم جميعاً وهذه ميزة خاصة لأهل الإسلام أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء ونحن له مسلمون فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي مرسل وبكل كتاب أنزل لا يكفرون بشيء من ذلك ثم قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه والإسلام هنا يا أخواني ليس الإسلام بمعناه العام أما الإسلام المراد به هو دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الآخرة من الخاسرين ولذلك قال الله عليه وسلم لا أسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من من أصحاب النار وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير وتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات سبب نزول هذه الآية كما رأى ابن جريل على ابن عباس كان رجل من الأنصار واسمه الحارث بن سويت أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أنسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل من توبة قال فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قولي جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فأرسل إلى قومه فأسلم وهكذا رواه النسائي وابن حبان والحاكم وقال الحاكم صحيح الإسنادي ولم يخرجاه وقال لياء الطبري إنها نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بنعت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فلما جاء من العرب حسدوه وكفروا به ولذلك قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم أي كانوا مؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعده فلما بعث من العرب كفروا هذا رأي بن كثير رحمه الله وجاءهم البينات أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العمى والضلال ولذا هذا قال والله لا يهدي القوم الظالمين فإن هذا هو عين الظلم ثم بيَّن جزاءهم بقول أولئك جزاءهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين في ماذا؟ في اللعنة هذا أحد الأقوال وقيل خالدين فيها أي في هذه العقوبة الذي يتضمنها معنى اللعن وهو دخول النار قال ابن عطية وقرائن الآية تقتضي أن هذه اللعنة مخلِّد لهم في جهنم فالضمير عائد على النار وإن كان لم يجري لها ذكر لأن المعنى يوضِّحها ثم قال الله عز وجل لا يُخفَّف عنهم العذاب بل هم في عذابٍ دائم كما قال الله في آيةٍ أخرى فقالوا يا مالك لا آيةٍ أخرى أدعُ لنا ربك يُخفِّف عننا يوماً من العذاب فقال الله والله عز وجل لا يُخفِّف عنهم ولا هم يُنظرون أي لا يُخفِّف عنهم ولا يُؤخر العذاب عنهم ثم قال الله سبحانه وتعالى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فِينَ اللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُ وهذا من لُطْفِه وَبِرِّه وَرَفَتِه وَرَحْمَتِهِ أنَّ مَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثم قال الله عز وجل إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِ ثم ازدادوا كفرا قوله ازدادوا كفرا أي استمروا عليه حتى الموت لن تُقبل توبتهم ليش زدنا هذا ليش فسرنا ازدادوا كفرا أنهم استمروا عليه حتى الموت لأنه من المقطوع به أن من تاب قبل أن تُغرغر روحا أو قبل تطلع الشمس مغربها قُبلت توبة ولذلك قول الله عز وجل ثم ازدادوا كفرا أي استمروا عليه حتى الممات كما قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تُبت الآن ثم قال الله عز وجل وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغيب ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أي أن من مات على كفره لن ينفعه إيمان ولذلك جاء في الحديث أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ابن جدعان هذا رجل كافر كان يُقرِ الضيف ويفُكَ العاني ويُطعم الطعام هل ينفع ذلك؟ كان رجل يُنفر قال لا لماذا؟ إنه لم يقُل يوما ربّغفر لي خطيئته يعني لم يسلم مات على كفره فالذين كفروا وماتوا هم كفر لن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به الواو هنا قال بعض المفسرين أنها زائدة صلة ماذا معنى زائدة؟ يكون التقدير لن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتداب لو لو افتداب وهذا ضعيف حقيقة وهذا ضعيف والصحيح أنها عاطفة والمعنى لو أنفق ملء الأرض ذهبا وذلك يوم القيامة ولو افتداب العطف هذا يدل على أنه أي دفع هو انتهى يعني لو أنفق ملء الأرض فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرض يعني إنسان يقول أنا عندي الآن ملء الأرض ذهبا أفتدي به من عذاب جهنم وهو مات على كفر لا طيب إنسان أنفق ملء الأرض ذهبا افتداب انتهى هل يُقبل منه لا يُقبل منه لا يُقبل منه ولذلك قال الله عز وجل ولو افتداب أي من أنفقه في الدنيا ثم أراد أن يفتدي به في الآخرة ما قُبل أيضاء وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح أن الواو عاطفة وليست بي زائدة وأن المعنى أنه لو كان عنده لو أراد أن يُنفق ملء الأرض ذهب يوم القيامة ما قُبل طيب لو أنفق في الدنيا وجاء يوم القيامة يريد أن يفتدي بما أنفق ما قُبل واضحي جماعة المعنى أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِي روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يُقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مُفتديًا به يعني لو كان لك كل ما على الأرض أنت في النار لا ونأخذه منك وتخرج من النار فيقول نعم فيرُدُّ الله تبارك وتعالى عليه فيقول قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ أَهْوَنَ قَدْ أَخَدْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ أَبِيكَ آدَمْ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي وهذا وعيدٌ شديد أيها الأخوة فأن تدارك أنفسنا وليفتِّش الإنسان عن نفسه يا أخواني وليسأل الله سبحانه وتعالى الخاتمة الحسنة فإن الإنسان لا يأمن بما يختم له فلو مات على غير ما يحب نسأل الله العافية والسلامة وختم الله عز وجل هذه الآية بقوله أُولَئِكَ أي هؤلاء الكفار لهم عذابٌ أليم أي موجع وما لهم من ناصرين أن ينقذهم من عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر